بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا ومولانا وقرة أعيننا سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وحبيب رب العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعمدا وصدقا وإخلاصا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين ووفقنا توفيق الصالحين وعد علينا بعوائدك الحسن يا كريم آمين ما زلنا نتكلم عما يفسد الصلاة قال الإمام نبدأ من الصفحة 340 كالعادة حتى نربط المتنى بعضه ببعض نعم ثم شرع يتكلم على ما يفسد الصلاة فقال باب ما يفسد الصلاة وتفسد الصلاة بالضحك عمدا أو سهوة فذا كان أو إماما أو مأموما عمدا أو سهوا فذا كان أو إماما أو مأموما ويقطع الفذ ويستخلف الإمام في الغلبة والنسيان قاله في التوضيح عن ابن القاسم قال أبو الحسن على الرسالة وعلى المشهور في النسيان والغلبة يستخلف الإمام ويرجع مأموما ويعيد وجوبا في الوقت وبعده فإن عجز عن الإمامة تأخر مؤتما واكتفر له تغيير النية للضرورة وصلاته صحيح قال ويتمادى المأموم إن لم يقدر على ترك الضحك لحرمة الإمام وفي إعادته قولان نقله في الأصل عن الأخفاس وهذه المسألة إحدى المسائل التي يصير فيها المأموم من مساجين الإمام الثانية من المسائل إذا كبر للركوع ولم ينوي به العقد كبر للركوع ولم ينوي تكبيرة الإحرام إذن لم يدخل في الصلاة بعد إلا أنه يجب عليه أن ينضي في صلاته مع الإمام يجب عليه أن يستمر في صلاته مع الإمام الثالثة إذا ذكر فائتة الرابعة أن الفائتة فيها تفصيل إما أن تكون فائتة من فوائق عدة يسيرة وإما أن تكون فائتة فائتة الوقت تذكرها في الوقت العصر تذكر ظهر اليوم في وقت العصر يبقى هذا يختلف هل هذا هنا؟ نعم هو يستمر؟ نعم ولم ينوي المسألة قال وهذه المسائلة التي تصير فيها المأموم من مساجين الإمام الثانية إذا كبر رقوع ولم ينوي به العقد الثالثة إذا ذكر فائتة أليستمر؟ هل يعيد ولا لا يعيد؟ قال فإن كان اليسير كما تكلمنا في الفوائث الكثيرة قال هذا يعيد استحبابا وإن كان تذكر فائتة في هذا النهار في اليوم طبعا يعيد إيه؟ وجوبا من أجل إيه؟ من أجل الترتيب بين الفراء من أجل الترتيب بين الفراء ماشي الرابع إذا ذكر الوتر ويعيد في الكل إلا الوترة ريح باله يعيد في الكل إلا إيه؟ الوتر لكن مرقن الفوائث إذا كانت يسيرا يعيد استحبابا وإذا كانت فائتة النهار يبقى إيش يعيد وجوبا ذكره التتائف الكبير ثم عطف على الضحيك عمدا قوله وبسجود السهو للفضيلة فإنه تبطل به ويتعمد زيادة وبتعمد زيادة ركعة أو سجدة أو نحو ذلك في الصلاة من قيام أو ركوع أو عمل كثير وتبطل بالأكل وتبطل بالشرب مش بالشراب بإيه؟ بالشرب إيه الفرق بين العبارتين؟ الشرب يعني ما يشرب ما يشرب مؤشراب أما الشرب هو فعل الشرب واضح؟ واضح؟ إذن هي بالإيش؟ بالشرب وليس بالشراب أي عمدا وأما إن فعل أحدهما سهوا فإنه يسجد للسهو ويجزيه صلاةه وتبطل بالكلام عمدا قل أو كثرة ولو وجب لإنقاذ أعمى قال ما يشعر؟ لا صح هو إنقاذه الأعمى واجب لأنه تعين عليه فكيف يكون واجبا؟ نعم لأن هذا واجب في جهة وخرج من الصلاة بهذه الكلام بهذه الحركات ولو وجب لإنقاذ الأعمى إلا أن يكون لإصلاح الصلاة أما إذا كان الكلام للإصلاح الصلاة فلا يبطلها لإصلاح الصلاة يعني متعمدا لإصلاح تكلم عمدا لإصلاح الصلاة أو سهوا فتبطل بكثيره دون يسيره كما تقدم وتبطل بالنفخ عمدا أو جهلا إذ هو كالكلام ويبطل الحدث ويستخلف الإمام إن سبقه الحدث أو كان ناسيا وهو معنى قولهم كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على المأموم إلا في سبق الحدث ونسيانه الإمام نسي أنه غير متوضع في أثناء صلاته يتذكر يبقى يستخلف وصلاة المؤمومين صحيح يبقى إلا في هذه المسائل ومن ذكر صلاة يجب ترتيبها مع الحاضرة وقفنا هنا البارحة ومن ذكر صلاة يجب ترتيبها إذا ترتيب الفوائت الصلوات واجب الترتيب بين الصلوات واجب ومن ذكر صلاة يجب ترتيبها مع الحاضرة التي هو فيها يجب بطلت التي هو فيها فأنت إزاي من تذكر صلاة وصفتها أنها يجب ترتيبها مع الحاضرة يبقى جواب من إيه بطلت من ذكر صلاة صفتها يجب ترتيبها مع الحاضرة التي هو فيها بطلة التي هو فيها يبقى جواب من جواب الشرط بطلة التي هو إيه من ذكر صلاة بطلة التي هو إيه لكن ليس كل صلاة وإنما صلاة وجب ترتيبها مع التي هو فيها وأشار لها بقوله وذكر الفائتة وهو كقول صاحب الرسالة ومن ذكر صلاة في صلاة فسدت هذه عليه قال أبو الحسن قال بعضهم وهو قول ابن حبيب أو هو على قول ابن حبيب الذي يقول تفسد بالذكر ومنهم من قال يريد إذا أفسدها على نفسه لقوله في المدونة القطع مستحب إذا مجرد ذكر قال تبطل صلاته التي هو فيه وهناك من قال لا لا تبطل إلا إذا إيه إذا أفسدها على نفسه والقطع مستحب وإن أتمها أجزأته ويعيدها في الوقت على جهة الاستحباب يعيدها في الوقت على جهة إيه لاستحباب وقيل وجوبا انتهى باختصار وتبطل بالقيئ إن تعمده تغير عن حالة الطعام أم لا وتبطل بالقيئ إن تعمده تعمد الإقياء إذا هذا يبطل ماذا صلاة طيب تغير عن حالة الطعام أم لا ومفهوم إن تعمده أنه لو غلبه لا تبطل أي إلا أن يكون نجسا بأن تغير عن حالة الطعام تغيرا فاحشا وتبطل بزيادة أربع ركعات سهوا في الرباعية والثلاثية وزيادة ركعتين في الثنائية وظاهره ولو صلاة سفره وتبطل بسجود المسبوق مع الإمام للسهوي قبليا كان أو بعديا وبسجود المسبوق مع الإمام للسهوي قبليا كان أو بعديا إن لم يدرك معه ركعة كاملة مع الإمام إذا بلاش معه دي مش كده إن لم يدرك ركعة كاملة مع إيه مع الإمام يبقى بلاش معه حطوها في دائرة للسهو قبليا كان أو بعديا إن لم يدرك ركعة كاملة مع الإمام لأنه حينئذ أجنبي من الإمام فإن أدرك معه ركعة سجد القبلي معه إن أدرك ركعة سجد القبلي معه وأخر البعدية إلى إتمام صلاته فيسجد بعد أن يسلم يبقى من لم يشارك الإمام في ركعة يبقى هو أجنبي عنه لا يصح له ماذا أن يسجد مع الإمام لا سجودا قبليا ولا بعديا بمجرد أن الإمام ينتهي من صلاته ويجلس القعود الأخير يبقى حين يسجد الإمام يهوي للسجود السهم قبليا أو قبل السلام أو بعديا أي بعد السلام يقوم هذا النسبوق ويتم صلاته لأنه ما زال لم يبدأ بعد لم يأتي بأي ركعة أما إن كان قد أتى بركعة مع الإمام يبقى هذا مؤندرج مع الإمام يبقى في هذه الحالة يسجد معه القبلي ويؤخر البعدية إلى ما بعده الصلاة الصلاة أي البعدية؟ قال لما يقول الإمام السلام عليكم ليس هذا البعد ثم يسجد السهم قال هو فيما يقول السلام عليكم يقوم ويقضي ما عليه طيب وأخر البعدية إلى إتمام صلاته فيسجده بعد أن يسلم وتبطل بترك السجود القبلي إن كان عن نقص ثلاث سنن كالسورة مع أم القرآن يعني كترك السورة التي مع أم القرآن لأن قراءتها سنة ما هي؟ سورة والقيام لها سنة وكونها سراً أو جهراً سنة يبقى أصبحت كم سنن؟ ثلاث طيب وكالجلوس الوسط وثلاث تكبيرات الوطالة يبقى وتبطل بترك السجود القبلي إن كان عن نقص ثلاث سنعين وطالة ومعيار الطول هنا هو العرف يعني خرج من المسجد أعد لكن فين أعد يقرأ أو أعد يسبح يقرأ قرآن وطال خرج عن حال الصلاة وهذا مداره ماذا؟ العرف طيب ذلك وأطال ذلك فإن لم يطل سجد للسهو ولا شيء عليه والله تعالى أعلى وأعلى نعم لا يأتي به بعده نعم يأتي به حال الصلاة نعم يأتي به حال الصلاة ولا حرش عليه نعم قوله صفحة 44 قوله هو من ذكر صلاة هل أنت رجعت إلى 44 الأول بالكتاب؟ لا يأتي به 344 يعني طايل كويس طايل معنى صحي يعني طايل كويس الحمد لله عاوزين الناس صحيين طايل قوله من ذكر صلاة يجب ترتيبها مع الحاضرة التي هو فيها بطلة التي هو فيها ماشي وهي من واحدة إلى أربع أو خمس على الخلاف في اليسير يعني الغالب أن الصلوات إذا زادت عن خمس صلوات باتفاق أنها تصبح ماذا كثيرة الخلاف يبقى إيه؟ يترى اليسير أربعة ولليسير خمسة وما زاد عن ذلك فهو كثير فهمت إزاي؟ فعهل كل إما أن تكون أربعا أو خمس ومن ذكر صلاة يجب ترتيبها لكن ليه؟ لأنه ترك فوائد عليه فوائد والفوائد يجب ترتيبها إذا كانت دون خمس صلوات أو كانت أربع صلوات أو خمس صلوات أما ما زاد عن ذلك يصبح ماذا؟ كثيرة هل هو أربع أو خمس؟ فيه خلاف كما في المختصر والمعتمد القول بأنه إيه؟ خمس كما نقله شيخنا عن الشيخ في تقريبه على كبير الزرقاني يعني يبقى لو واحد فاتته خمس صلوات يجب عليه ماذا؟ ترتيبها يقضيها مرتبة أما إذا لم تفوت فاتته أكثر من خمس صلوات يبقى هذه كثيرة ويقضيها دون إيه؟ يقضيها دون ترتيب طيب وكذلك لو واحد في الصلاة فانت الزيجاء يصلي الظهر وقبله عصر البارحة يبقى كم صر عليه؟ العصر بعدها المغرب والعشاء والفجر وهذه الظهر يبقى هنا في هذه الحالة يرتبها يجب عليه ماذا؟ أن يرتب أيه؟ أيه كما نقله شيخنا على الشيخ في تقريره على كبير الزرقاني قوله بطلة التي هو فيها أي بناء على القول بأن الترتيب بين الفوائت اليسيرة والحاضرة واجب شرط والمعتمد أنه واجب غير شرط فلا تبطل الصلاة بتركه على المعتمد هو واجب لكن لا تبطل الصلاة بترك هذا الترتيب هذه الصلاة التي فيها صحيح؟ أي نعم تصح لكن يجب عليه ماذا؟ أن يرتب فاتته صلوات صلاتين فائتتين فاته الظهر الفجر والظهر وهو في صلاة العصر يبقى في هذه الحالة ويقول له يجب عليه ماذا؟ أن يرتب الفجر ثم الصبح ثم يرتب بعد ذلك الظهر ثم يعيد ماذا؟ العصر هل وجوباً أو استحباباً؟ هذا على الخلاف والغالب أنه ماذا؟ واجب أنه واجب طيب تنبيه من عليه فوائد فلا يصلي نفلاً إلا الشفعة والوترة والعيدين والكسوف والخسوف والاستسقاء والفجر ولا يصلي الضحاء ولا قيام رمضان فإن فعل أثم من وجه وأجر من وجه أي أجر من حيث أن إنهم وفعوله طاعة وأثم من حيث إنه يتضمن من تأخير القضاء أثاده السكندري نعم لما اختلفت الجيهة ينفك التعارخ إذا اختلفت الجيهة يرتفع التعارخ يعني تقول هذا الشيء ما لونه تقول أبيض طيب ما لونه تبص من هنا شايفينه ايه انت دلواتي ها أسود وهذا شايفينه ابيض هو قال لك لا دان الموبايل بتاعي أبيض انت انت له لا أسود صح ولا غلط هو كلامه كلامه صح وكلامك صح ولا غلط كلامك صح ليه قال لانت نظرت من جهة وهو نظر من جهة فإذا فكت الجهة يرتفع ايه التعارض وضحت الشباب والإذا كثير من الناس بتلاقيهم يختلفوا وارتفعت أصواتهم فتعاولوا شو انت مختلفين في ايه قال لان المختلفين انه فلان فهمت ازاي ما حضرش الدرس التاني قال لا حضر الدرس قال انت أصدق درس مين قال الدرس الاول درس الفقه وانت أصدق ايه قال لا اصدق درس النح فهمت ازاي اذا انفكت الجهة ولا انفكتش انفكت الجهة وهكذا فهنا نظر اليه ماذا باعتبارين قال كما قال الشيخ بايه باعتبارين قال فان فعل اثم من وجه واجر ايه من وجه قال من جهة انه ترك الفوائت واخرها هذا يعتبر اثم ومن جهة انه اتى باعمال طاعة يبقى يأخذ ماذا اجرى لكن نقول برضو لا ينبغي لصاحب القضاء ان يترك صعات التراويح يترك شي صعات التراويح ليه الا لانه يؤدي ذلك الى الكسل يؤدي ذلك الى ايه الى الكسل لانه يقول انا سأصلي علي فوائد وسأزس بالبيت لأصليها لكن ربما جالس في البيت ولم يصلي شيئا صح ولا لا يا جماعة ممكن يقعد في البيت ومصليش ولا حاجة فاذا الافضل تعال اصلي فانت ازاي واجتزئ با كل فريط صلي معها فريطا ماذا من الفوائد يكفي كده ايه نعم طيب قوله وهو قول ابن حبيب هو عبد الملك ابن حبيب اخر عن عبد الله ابن عبد الحكم واصبغ ابن الفرج وغيرهما وكاله في كل علم ودخل الى مصر فصار كل ذي علم يسأله عن فنه وهو يجيبه جواب متحقق فعجبوا من قوة علمه وأخذوا عنه وعطلوا دروس علمائهم له تأليف كثيرة تبلغ الفا وخمسين كتابا منها الواضحة في السنن والفقه توفي في ذي الحجة ساتة ثمانين أو تسعين وثلاثين ومئتين ايه دا الفتح الاله دا فتح ربان كبير وعطلوا دروس علمائهم الأقبل الناس عليه حتى عطلوا دروس ماذا نعم شيوخهم لأن هذه الأمة العلم رحم بينها العلم رحم بين هذه الأمة يعني لا علاقة له لا بجهة ولا بمكان ولا بجنس فأنت ازاي لا ما لا علاقة يعني قد تجد العلم في مصر وقد تجد العلم في بلاد الشام وقد تجد العلم في بلاد المغرب وقد يأتي كعالم من المغرب فينشو العلم في بلاد المشرق ويرتفع صيتهم وقد يأتي رجل من المشرق فيذهب إلى المغرب فيملأ الدنيا علما وهكذا على كل هذه الأمة واللادة وهذه الأمة ستظل غضة طرية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن الحقيقة أي أمة تأخذ بأسباب العز بالعلم إنما تأخذ بأسباب السؤدد والريادة أي أمة تأخذ بأسباب العلم وأي عائلة وأي أسرة وأي بلد تأخذ بأسباب العلم لا بد ماذا أن يرتفع شأنها أيها ولذلك قالوا كن ابن من شئت كن ابن من شئت كن ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب كن ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب نعم قوله ومنهم من قال يريد إذا أفسدها على نفسه لقوله في المدولة القطع مستحب نعم وذكر الفائتة يعني يبطل الصلاة ذكر الفائتة هناك من قال لا ذكر الفائتة إذا أفسدها ذكر الفائتة إذا إيه تذكر الفائتة وأفسدها على نفسه يعني أفسد للصلاة التي هو بها ومنهم من قال أي جوابا عن كلام صاحب الرسالة بتمشيه على المعتمن وبمثل يجاب عن قول المصنف وذكر فائتة أي إذا أفسدها على نفسه يعني لكن لو تماد في هذه الصلاة التي هو فيها ولم يأتي بالفائتة حتى زادت عن خمس صلاوات مقبهاش وهو متذكر لها يبقى فيها أو أنه قضاها ولم يعد هذه الفائتة صحة الصلاة هو أجزاءته ماشي يعني لو واحد يصلي العصر وتذكر أن عليه ماذا الظهر الشيخ يقول ذكر الفائتة مفسد للصلاة التي هو فيها لأنه ذكر فائتة يجب ترتيبها مع التي هو فيها ماشي قال هناك ذكر الفائتة هذا مقيد يعني إذا أفسدها هو تذكر الفائتة فأفسد الصلاة التي هو فيها رح قاطع قطع الصلاة ورح استأنك وصل الظهر ثم أعاد ماذا العصر أما لا أتم العصر ثم بعد ذلك جاء يصلي الظهر هل نطالبه ماذا هل نطالبه بال بالعصر مرة ثانية المعتمد يجب عليه أن يعيد العصر طيب ما عدهاش هنقول له أجزأته ولا ما أجزأته أجزأته لأنه صلاها صلاة صحيحة إذن ذكر الفائتة هنا إلا معنين إما أن نحكم عليها بالبطلان تعالين شلون ويجب عليه قضاءها إعادتها وإما أن نقول ذكر الفائتة معناها إذا أفسدها على نفسه نعم هذا هو المفسد ماذا للصلاة ومنهم من قال يريد إذا أفسدها على نفسه لقوله في المدونة القطع مستحب قوله القطع مستحب فإن قلت الترتيب إما أن يكون واجبا فيلزم القطع أو مستحبا فيلزم التمادي قلت يمكن أن يقال الترتيب واجب ولم نقل بوجوب القطع الترتيب واجب ولم نقل بوجوب القطع يعني يستمر في صلاة يكملها ولا يقطعها ثم يأتي بعد ذلك بالمتروكة بالمنسية ثم يعيد بعد ذلك وجوبا لأنها في حكم الصلاة الباطلة نعم الأولى نحكم في حكم الباطلة في حكم الصلاة الباطلة لأنه يجب عليه إعادتها لكن لولا أنه لم يصل لها لم يعدها أجزأته أفاده الشيخ في الحاشية وأجاب شيخنا الأمير بأن الترتيب فإنما هو واجب في الابتداء قبل التلبس بحرمات العبادة آه أفادنا كلمة كلام تاني الترتيب واجب إمتى قبل التلبس بحرمات العبادة الشيخ مختصر يقول القطع مستحب يعني لو قطع مستحب لا ما أطعش الصلاة يا أخي ما حكمها صحت ويجب عليه أن يصلي الظهر لكن قلنا الترتيب واجب يعني يجب عليه أن يعيد العصر لا لأنها فسدت لكن من أجل الترتيب الواجب اللازم بين الفرائض طيب قال وإن أتمها أجزأته ويعيدها في الوقت على جهة الاستحباب وقيل وجوبا ثم عارفها انتهى باختصار وطبطل بالقيئ قوله ويعيدها في الوقت على جهة الاستحباب أي مراعاة لمن يقوله يقول باستحباب الترتيب أما إذا أخذنا بقول من يقول بوجوب الترتيب إذن يعيدها لا لأن صلاته فسدت فانتعالي شلون لأن لا إنما من أجل أن الترتيب واجب قوله ولذلك كثير من الناس اليوم بيسألون أنا دخلت صلاة المغرب لقيت الإمام في صلاة المغرب مثلا أو العشاء وأنا ما صلتش المغرب فانتعالي أعمل إيه وبقوله يجب عليك في هذه الحالة أن تصلي مع الإمام صلاته مش إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا إيه صلاة الوقت فانتعالي تصلي صلاة الوقت ثم بعد ذلك تصلي المغرب وبعد المغرب تُعيد العشاء فانتعالي كيف تصلي تُعيد العشاء لماذا؟ على القول بوجوبه الترتيب بين بين الفرائض نعم وعلى قول باستحباب لا يعيد لو أنه لم يعيد فانتعالي يقول لك أنا أول مرة الحاجة أول مرة أسمعها ويقول لك علمت شيئا وغابت عنك أشياء علمت شيئا وغابت عنك أشياء طيب معتمد الإعادة وعند الحنفية أيضا الترتيب لازم بين الفرائض أما عند السادة الشافعية له ما با أن يدخل ببنية أخر بنية لكن هذا خطأ بنية الفائدة يجوز عند الإمام الشافعي أن تختلف النية بين الإمام والمأموم هذا يصلي فرضا وهذا يصلي نفلا وهذا يصلي نفلا وهذا يصلي فرضا بالعكس لكن عند الحنفية والشاء والمالكية لا يجوز بناءه القوية على الضعيف وإنما يجوز بناءه الضعيف على أن الإمام أن يصلي فرضا وأدت أن أصلي وراءه نافلة ما في شمعنة؟ مثلا سبيل مثال لكن أني أصلي هو يصلي نافلة وأنا أقضي الفرض لا يجوز لا بد أن تكون الصلوات متفقة في جنسها وفي وقتها جنس الصلاة وفي صفتها في جنسها وفي وقتها وفي صفتها الصفة فرض وإلا نفل في جنسها ظهر ولا عصر ولا مغرب صفتها قضاء ولا أداء والوقت لا يكون هذا يصلي الظهر على البارح ويصلي ظهر اليوم فلا بد أن يكون ظهر اليومي قد اتفق بين الإمام والمأموم نعم نعم اثنين فرق أنا عليه الظهر وإمام يصلي العصر لا يصح نوع الظهر وراءه لا يصح عند المالكية لا يصح لا بد أن تتفق مرة مرة معكم هذه المسائل عند الحنفية برضو هكذا عند الشافعية مختلفة فيها ساعة عند الشافعية فيها ساعة طيب نعم العلة من الترتيب الدليل من الترتيب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته الصلوات يوم الأحزاب قال فقضاهن مرتبات قضاهن مرتبات فقضاؤه لهذه الصلوات مرتبات دليل على وجوبه الترتيب وكان شأنه دائما هكذا نعم قوله إلا أن يكون نجسا وتبطل بالقيء إن تعمده تغير عن حالة الطعام أم لا وهو بصلي تعمد الإقياء يبقى بطلة صلاته غلبه الإقياء فيه تفصيل الإقياء هذا إما أن يكون تغير حاله أو لما تغير حاله فإن لما تغير حاله يبقى دا خرج من فم المعد ما فيش حاجة غلبه الإقياء وإن غلبه الإقياء وتغير حال الطعام يبقى ها تقيأ مال نقاسة يبقى في هذه حتبطل وين صلاة قال وتبطل بالقيء إن تعمده إلى آخره قوله إلا أن يكون نجسا لم يتمم القيود وحاصلها أنه إذا كان غلبة فلا بطلان بقيود الثلاثة بقيود ثلاثة وحاصلها أنه إذا كان غلبة طبعا إذا كان عمدا خلاص انتهى الكلام معادل منبص للقيء أما إذا كان غلبة فلا بطلان بقيود فلا بطلان ليه لأنه غلبة ماشي فوق القدرة لكن بقيود ثلاثة ألا يكون نجسا ألا يكون هذا القيء الذي غلبهم قد قد تغير وأن يكون يسيرا وأن لا يرجع منه شيء فإن كان نجسا أو كثيرا أبطل وإن كان رجع منه شيء فإن كان عمدا أبطل وإن كان سهوا فلا ويسجد بعد السلام لأنه زاد حركات فيه وإن كان غلبة فقولان بالبطلان وعدمه على حد سواء كما قال ابن عرفة ومثل القيء القلس طيب فإن كان عمدا أبطل وإن رجع منه شيء فإن كان عمدا أبطل وإن كان سهوا فلا ويسجد بعد السلام طيب وإن كان غلبة فقولان بالبطلان وعدمه على حد سواء كما قال ابن عرفة يعني في قولين إذا كان غلل في قولين على حد سواء من دون تفصيل ومثل القيء القلس قوله بأن تغير عن حالة الطعام تغيرا فاحشا أي بأن شابه أحد أوصاف العذرة لأن المعتمد أن القيء لا ينجس إلا إذا شابه أحد أوصاف العذرة كما في حاشية الخرش وقرره شيخنا خلافا لما في الحاشية هنا فإنه ضعيف وأما القلس فلا ينجس إلا بمشاهبهة أحد أوصاف العذرة قولا واحدا قوله بزيادة أربع ركعات نعم القلس يعني هو ما كان في فم المعدة في فم المعدة ما زال لم ينزل تحت فهذا الذي في معه في المعدة في الغالب يشبه ماذا يشبه البصاق ليس قيء نعم الطعام ما زال موجود فأنت إذن لا يعتبر قيء لا يعتبر قيء نعم فإذا خففوا في القلس ما ليس في القيء لأن القيء في الغالب لما يكون قيء كثير يخرج من جو في المعدة بينما القلس هو ما يخرج ماذا مع الإنسان بلحين يتكرع يخرج معه معه أو يلجش يخرج معه شيء ماذا من الماء هذا اسمه ماذا القلس قوله بزياتي أربع ركعات أي متيقنة بزياتي أربع ركعات وتبطل بزياتي أربع ركعات سهوا في الرباعية والثلاثية زاد أربع ركعات متيقنة تيقن أنه زاد أربع ركعات تيقن أقوله أنت صليت فينا ثمانيا بعدين قاله وفعلا صح عشان كده بقول في نفسي ده بقاله كتير بصلي ما كانش تخلص الصلاة طيب أما لو شك فيها فيجبر فيجبر بالسجود وعقد الركعة هنا برفع الرأس من ركوعها الركعة تنعاقد برفع الرأس من ركوعها فإذا رفع رأسه من الركعة الثامنة في الرباعية أو من الركعة السابعة من الثلاثية أو من الركعة الرابعة من الثنائية سهوا بطلت صلاته ماشي نعم يجبر إذا تيقن أنه زاد أربع ركعات أو زاد في الرباعية أو في الثلاثية وتيقن أنه زاد إذا تبطل هنا أي صلاة تنقلب نفلا يكملها نفلا ثمي ركعات ويعيد الصلاة من أول مريد لا تجبر عندما قلنا بطلة يعني لا تجبر لكن إذا قلنا أنه شك هو صلى ثمانية وأخونا مجدريا فهمت إزاي شاكك أربعة ولا ثمانية الواحد يسهو في وحدة في تنتين أما أربعة فهمت إزاي ده مش هنا خالص فهمت إزاي مش همس كده ولا مش من حقها أن يعاقب بالإعادة إي نعم طيب قوله بزياد ركعتين في الثنائية هذا في الفرائض كالصبح والجمعة وأما النفل فلا تبطل بزياد مثله إلي أن يكون محدودا كفجر وعيد وكسوف والسسقاء فتبطل هذه بزياد مثلها شف الكلام الجميل كلام يعني دوره عم يتكلم الشيخ أنت محسين بعذوبة الكلام وجمال المسائل يعني لو واحد مننا شباب قعد في بيت وحيقرى الكلام ده حتلاقي عندك نفس لقراءة هذا الكلام وهذا الاستطراد وهذا الشرح والتفصيل نعم قال هذا في الفرائض كالصبح بزياد ركعتين في الثنائية كالصبح والجمعة وأما النفل فلا تبطل بزياد مثله إلا أن يكون محدوداً كفجر يبقى هذه الأشياء لما كانت محدداً من قبل الشارع فإذا زاد زياد مثلها تبطل ماذا بها كفجر وعيد وكسوف واستسقاء فتبطل هذه بزياد مثلها وأما الوطر فإنما يبطل بزياد ركعتين لا بزياد مثله كما تقدم ماشي قال ليه علله ليه قلت هنا الوطر لا يبطل بزياد مثله قال لي أن الأصل في الصلاة أنها ركعتين اثنتين أنها ركعتين ركعتين تنت ازاي ولذلك قلنا وأما الوطر فإنما يبطل بزياد ركعتين لا بزياد مثله كما تقدم قوله ولو صلاة سفر هذا ضعيف ومعتمد أن صلاة السفر لا تبطل إلا بزياد أربع مراعاة لأصلها نعم هناك من قال بأن القصر واجب لكن الأصل في القصر رخصة وهذا لم يأخذ بالرخصة فصلى الثنائية صلىها الربعية لم يقصرها ركعتين وصلىها أربعا فلا نقول ببطلان صلاته لأنها رخصة قوله إن لم يدرك معه ركعتين وتبطل بسجود المسبوق مع الإمام للسهوي قبليا كان أو بعديا إن لم يدرك معه ركعة كاملة يدرك ركعة كاملة مع الإمام قلنا معه نشيل هذه قوله إن لم يدرك معه ركعة إن لم يدرك ركعة هذا قيد في القبلي وأما البعديا فتبطل بسجوده فتبطل بسجوده بسجوده المسبوق المسبوق الذي سبق بركعة أو بأقل منها لا يسجد مع الإمام ولا إيه ولا البعدي قال فكذلك وإذا سجل معه القبلية فكذلك إن لم يدرك ركعة ولو لم يدرك موجبه بل يسجده قبل ولو تركه الإمام فيسجده قبل ولو تركه الإمام فلو لم يسجد معه وأخره لتمام صلاة نفسه سهوا فلا تبطل وكذا إن أخره عمدا أو جهلا لا تبطل على المعتمن كما في حاشية الخرش وقرره شيخنا خلافا من ما في الحاشية هنا بعض أهل العلم من السادة المالكية يقول أن العامة يعني نأمرهم بأن يأتوا بالسجود السهوي بعديا كلهم بعديا إيه كلهم لأنهم لا يفرقون بين النقص وبين الزيادة ويتشوشون فخليه يجيبوا كله بعدي ولم يقول يجيبوا كله بعد مذهب الحنفية الحنفية عندهم السجود كلهم ماذا بعدي فإن سجد قبل السلام كره فأنتزا فأيذن وهذا رحمة بإيه بالعامة وهذا رحمة ماذا بالعامة طيب قوله وحاصل هذه المسألة أن المسبوقة إذا لم يدرك ركعة مع الإمام فلا يطارب بسجود أصلا فلو سجد القبلية أو البعدية قبل قضاء ما عليه وقبل السلام بطلت صلاته إن كان عمدا أو جهلا لا سهوى وأما إن أدرك معه ركعة ففي البعدية يؤخره وجوبا فإن قدمه عمدا أو جهلا بطلت لا سهوى وفي القبلي يسجد قبل القضاء فلو أخره عمدا أو جهلا أو سهوا فلا تبطل على المعتمد فلو قدم الإمام السجود البعدية أو أخر السجود القبلي ورآه مذهبا له فيتبعه المسبوق بأن يفعل القبلي معه والبعدية بعد قضاء ما عليه فإن خالفه فيهما صحت وأما إن أخر الإمام السجود القبلي عمدا أو جهلا فيفعله الإماموم معه إن أدرك معه ركعة وكان عن ثلاث سنن وإلا أخره لتمام الصلاة وأما لو قدم الإمام السجود البعدية عمدا أو جهلا فلا يقدم المسبوق معه فلو قدمه قدم صحت وإن ترك إمامه السجود القبلي وكان عن ثلاث سنن وطال بطلت صلاة الإمام وصحت صلاة المأموم إن أتى به المأموم إيه؟ نعم إن أتى به المأموم وإن ترك إمامه السجود القبلي وكان عن ثلاث سن مش مرت معانا دي مما يبطل وإيه؟ الصلاة وطال التهى وانشغل وطال بطلت صلاة الإمام وصحت صلاة المأموم إن أتى به وتزاد هذه على قولهم كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على المأموم إلا في سبق الحدث ونسيانه يعني ويزاد عليه أيضا لو ترك الإمام سجود السهو عن ثلاث سن وطال بطلت صلاةه دون صلاة ماذا؟ المأموم إذا أتى به قوله وأخر البعدية إلى تمام صلاته فيسجده بعد أن يسلم مين ده؟ المسبوق الذي أدرك مع الإمام ركعة أما المسبوق الذي لم يدرك مع الإمام ركعة ماذا؟ فهذا لا يسجد معه لا القبلية ولا ولا البعدي ماشي قوله وأخر البعدي أي وأخر المسبوق المدرك ركعة السجود البعدي وجوبا فإن قدمه عمدا بطلت وكذا جهلا على المعتمد كما تقدم في حاشية الخرش خلافا لما نقله في الحاشية هنا عن ابن القاسم من عدن البطلان في الجهل فإنه ضعيف وأما لو قدمه سهوا فلا بطلان كما تقدم قوله بترك السجود القبلي وبترك السجود وتبطل بترك السجود القبلي إن كان عن نقص آه هي ذي المسأجة معنا عن نقص ثلاث سنن فإن قلت قوله بترك السجود القبلي فإن قلت لما حكمتم بالبطلان لترك السجود القبلي مع الطول مع أنه سنة وقلتم إذا ترك جميع سنن الصلاة عمدا أو جهلا فلا تبطر بذلك عند ابن القاسم ويستغفر الله وهو المعتمد قلت أجاب الشيخ في حاشية الخرش بأن ابن القاسم نزل السجود القبلي منزلة الفرض وأجاب شيخ الأمير بأن البطلان في ترك السجود القبلي مراعاة للقول بوجوبه ولا غرابة في بناء مشهور على ضعيف نعم نعيد هذه المسألة فإن قلت لما حكمتم بالبطلان في ترك السجود القبلي مع الطول هذه المسألة معانا هنا وتبطل بترك السجود القبلي إن كان عن نقص ثلاث سنة مع الطول مع أنه سنة مع أنه ماذا السجود القبلي سنة طيب وقلتم إذا ترك جميع سنة للصلاة عمدا أو جهلا فلا تبطلوا بذلك عند ابن القاسم واستغفر الله وهو المعتمد قلت أجاب الشيخ في حاشية الخرش بأن ابن القاسم نزل السجود القبلي منزلة الفرض وأجاب شيخ الأمير بأن البطلان في ترك السجود القبلي مراعاة للقول بوجوبه أي وأغلق وأفتحه مرتان تمام تمام طيب وأجاب شيخ الأمير بأن البطلان في ترك السجود القبلي مراعاة للقول بوجوبه ولا غرابة في بناء مشهور على ضعيف قوله كالسورة مع أم القرآن عن ثلاث سنن أن يعطي مثال لترك ثلاث سنن الكالسورة أي بناء على أن صفتها من سر أو جهر سنة وهو المعتمد يبقى السورة قراءتها سنة الإتيان بها سنة والقيام لها سنة وكونها سرا أو جهرا سنة قوله وكالجلوس الوسط هذا ضعيف لأنه إذا تركه ترك سنتين ومستحبا لا ثلاث سنن كما تقدم أفاده الشيخ قوله وطاله هذا إذا كان تركه سهوا أما إن كان عمدا فتبطل مطلقا طال أم لا نعم 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 يقول إذا ترك السجود القبلية وطال قال هذا إذا تركه سهوا أما إذا تركه ماذا عمدا تبطل مطلقا كما في الحاشية هنا وحاشية الخرش خلاف السنهوري وإن اعتمد النفراوي كلامه وهو الضعيف والطول معتبر بالعرف عند ابن القاسم وهو المعتمد وعند أشهب بالخروج من المسجد ومثل الطول ما إذا حصل مامعا كحدث عمدا أو سهوا أو تكلم أو لابس نجاسة أو استدبر القبلة إن كان متعمدا في هذه الثلاثة يبقى في هذه الثلاثة يجب يسميها طولا أخذت حكم الطول وبالتالي يجب عليه ماذا الإعادة وطبط لصلاة باب سجود السهوي باب سجود السهوي نعرى كلمتين من سجود السهوي نعم ترك ثاركا للسنة فقط لا ترتب عليه باب سجود السهوي إضافة سجود للسهوي من إضافة المسبب للسبب غالبا سجود السهوي ما هو السبب وما هو المسبب سجود سجود السهوي أيهما السبب من إضافة السبب المسبب للسبب السهو سبب نعم السهو سبب والسجود ترتب السجود على السهو السهو هو السبب والسجود هو المسبب أي غالبا آل وإنما قلنا غالبا لأنه قد يكون سببه العمد سببه العمد ليس السهو كما إذا طول بمحل لم يشرع فيه التطويل كما إذا طول في الرفع من الركوع والرفع من السجود والإضافة للجنس لأنه سجدتان فقط مشأل باب سجود السهو سجود السهو طيب السجود ده كتير أكثر من سجدة أكثر من سجدتين قال ليس هذا المقصود الإضافة ديت ليس من أجل العدد وإنما من أجل ماذا من أجل الجنس إضافة للجنس قوله عن القرافي نقرأ في المثل باب يذكر فيه سجود السهو وأحكامه وما يتعلق به فائدة نقل التتائي عن القرافي أن التقرب أن التقرب إلى الله تعالى بالصلاة المرقعة المجبورة إذا عرض فيها الشك أولى من الإعراض عن ترقيعها والشروع في غيرها أن التقرب إلى الله تعالى بالصلاة المرقعة المجبورة إذا عرض فيها الشك أولى من الإعراض عن ترقيعها والشروع في غيرها والاقتصار عليها الاقتصار عليها أيضا بعد الترقيع أولى من إعادتها فإنه منهاجه صلى الله عليه وسلم ومنهاج أصحابه والسلف الصالح بعدهم والخير كله في الاتباع والشر كله في الابتداء وقد قال صلى الله عليه وسلم لا صلاتين في يوم فلا ينبغي لأحد لاستظهاره على النبي صلى الله عليه وسلم لاستظهاره يعني الزيادة أن يزيد لأن الزيادة في الدين كان نقص منه الزيادة في الدين كان نقص كان نقص منه قال عليه الصلاة والسلام هلك المتنطعون هلك إيه المتنطعون يعني فسلت صلاة ويستطيع أن يرقعها رح يعيدها تاني لا الشيطان يبقى يضحك عليه الشيطان يضحك عليه وحيجيه المرة التانية برد وحيعيدها تالث وهكذا لكن هذا ليس من هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم فلو كان في ذلك خير لبينه لنبه عليه وقرره في الشرع والله سبحانه وتعالى لا يتقرب إليه بمناسبات العقول وإنما يتقرب إليه بالشرع المنقول والله تعالى أعلم نقرأ هذا الكلام أولا قوله عن القرافي أراد به الإمام الكبير أراد به الإمام الكبير شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي نسبة للقرافة قال كانوا هنا في الأزهر الطلاب يجوا يدخلوا الجامعة الأزهر والشيخ كان قاعد فكان الإمام القرافي كل يوم وهو طالب يدخل من باب القرافة تعالت إزاي مش عاوسين تعبوا أنفسهم اسمك إيه أحمد بن إدريس مش كده ولا أحمد بن إدريس قال لا خلاص القرافي عشان يسجل الشيخ الحاضر لحضره لما حضرش عشان بيدهم جيراية فأنت إزاي حضره لما حضرش قال سموه القرافي خلاص إليه بالك فبقت أصبحت عليه مشهورة جاء القرافي وذهب القرافي ونجح القرافي وقال القرافي وهكذا نسبة إلى القرافي طيب لأنه كان يأتي من جهتها أصله من البهنسة توفي بدير الطين ساعة أربع وثمانين وستمائة أربع وثمانين وستمائة ودفن بالقرافة وكان نادرة الزمان أخذ عن العز بن عبد السلام طبعا وغيره ولهم قرافي متأخر شيخ الشيخ علي الأجهوري واسمه محمد بن يحيى من ذرية العارف بالله ابن أبي جمرة سيدي أبي عبد الله ابن أبي جمرة عبد الله ابن أبي جمرة قبره مشهور ويزار في البساتين بقرب قبر الإمام ابن عطاء الله السكندري والإمام ابن أبي جمرة من أئمة الأجلاء اختصر البخاري وشرحه في كتابه بهجة النفوس بهجة النفوس وهو من كبار أئمة المالكية وكان من العارفين بالله مشهود لهم وله تآرف كثيرة منها شرحه على خليل هذا القرافي متأخر وشرحه الموطة والقول المأنوس على القاموس ويد في رمضان ساتة تسع وثلاثين وتسعمائة ومات ساتة تسع وألف يبقى قرافي متأخر القرافي كان معاصرا مع الإمام القرطبي إمام القرطبي صاحب التفسير كان معاصر الإمام القرافي نعم القرافي صاحب الفروق وصاحب التنقيح وصاحب النفائس شرح المحصول وصاحب شرح التنقيح نعم من فلتا فلتات الزمان وكان معاصرا لإمام نعم للإمام القرطبي كان متعاصرين وكان هذا إماما في المأثور لهو القرطبي والقرافي إماما في المعقول إماما في المنقول وآخر إماما في المعقول نعم الإمام القرطبي أين مدفون الإمام القرطبي رضي الله عنه نعم في المينيا في حد معنا من أهل المينيا نعم أهلا وسهلا زرت الإمام القرطبي هذا توفي الإمام القرطبي ستمائة وسبعين ستمائة وإحدة وسبعين نعم رضي الله تعالى عنهما جميعا يعني الإمام القرطبي يأتي من قرطبة ويدفن هنا كانت إزاي وهو صاحب الكتاب أحكام القرآن أحكام القرآن اختصر فيه كتاب أنوار الفجر للإمام ابن العربي ابن العربي كتابه أنوار الفجر هذا كتبه أملاه على تلاميذه إملاءا في عشرين عاما وبلغ نحو من ثمانين مجلدا ولذلك الإمام القرطبي يقول قال ابن العربي ويكثر من النقل عليه فهو اختصار لكتاب أنوار الفجر نعم نعم للأسف أنوار الفجر يعني ليس موجودة وليت نعثر عليه وكثير من كتبنا الإسلامية ما زاد الآن في رهينة الرفوف في الأسكريال في مدريد وحدثني رجل مطلع من بلاد الأندلس من غرناطة شقورة هذا الرجل يقول كانوا الآن يجدونه وابنته أيضا أخباتي وهي باحثة في التراث الإسلامي ومسلمون الحمد لله وعندهم معهد ديني هناك في شقورة ويعلمون الناس القرآن والفقه ويذهب إليه العلماء ويزورونهم قيمين بنهضة كبيرة علمية اسمه الدكتور عبدالصمد وانطونيو الوميرو دكتور في الشريعة الإسلامية نعم هذا الرجل يقول الآن أصبحوا يعثرونه على مكاتب كاملة إسلامية وراء حيطان موهومة حتى قات ابنته وهي باحثة وهي أستاذة كبيرة هنا في دار الكتب العلمية المصرية تقول أنه وراء يستشعرون أن تحت كل بيت في قرطبة مكتبة يستشعرون أن تحت كل بيت في قرطبة مكتبة إسلامية فلعل الزمان ربنا تعالى يكرمنا ونعثر على كتاب ماذا أنوار الفجر من تأليف الإمام ابن العربي وما أدراك ما القاضي أبو بكر فإن أحيانا الله تعالى نقرأ كتاب أحكام القرآن لابن العربي إن شاء الله تعالى لأنه ملئ علما وهو كتاب خاص بطلاب العلم لا يقرأ في مجالس العامة وإنما يقرأ ماذا بطلاب العلم لكن بعض أن يأخذ حظهم من الفقه المالك لأن الرجل إمام مالكي كبير نعم فمن لم يقرأ الفقه المالك لا يستطيع أن يتفاعل معه أو يستفيد فائية كبيرة من تحريرات الإمام ابن العربي طيب يقول الشيخ انتهينا منه قوله المشبورة هو لازم لقوله المرقعة طبعا حين رقعت جبرت قوله أولى اعلم أن أولى في الموضعين بمعنى الواجب لأن قطع العبادة ممنوع ماذا يقول الشيخ أن التقرب إلى الله تعالى بالصلاة المرقعة تعالى أولى هنا يسير تفضل إلى هنا تفضل إلى هنا أن التقرب إلى الله تعالى بالصلاة المرقعة المجبورة إذا عرض فيها الشك أولى من الإعراض قال يريد بالأولى هنا ماذا؟ الوجوب قال اعلم أهلا ومساهم مرحبا مرحبا يسير مرحبا بكم اعلم أن أولى في الموضعين بمعنى الواجب لأن قطع العبادة ممنوع يعني حصل له في صلاته سهم يروح شيء يقطع الصلاة وأستأنف الصلاة من أول وقدي تقطعها له هذا خلاف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكذا إعادتها بعد تمامها بتعيدها له أنت إذن ألزمت وزدت في الدين ما ليس منه من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو إيه؟ فهو رد ما ليس منه يعني ما لا ينتوي تحت أصل من أصوله طيب ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعاد أو صلى صلاة مرتين نعم ونقل ابن ناجي في شرح مدونة أن المصلية إذا أعرض عن السجود القبلي وأعاد الصلاة ثانيا لم تجزه والسجود باق في ذمته لأنه الصلاة الأولى هي هي الفرد طيب لا لأن ما أتى به لم يؤمر به لأن ما أتى به ثانيا إيه؟ لم يؤمر به قال شيخنا الأمير هو يحتاج إلى أن الثانية ليست طولا ولا رفضا للأولى بل للسجود فقط كما في الزرقان أو يحمل على أنه لسنتين ولا يفوق فوت بالطول كما في الرماس انتهى وذكر ابن أبي جمرة أن الصلاة التي يسهو فيها المصل ويسجد له أفضل من سبعين صلاة لا سهو فيها لأنه حين يسجد يسهو ويسجد يبقى هنا أرغم الشيطان أرغم الشيطان فالشيطان يقول يا ويله دعي ابن آدم إلى السجود فسجد ودعيت إلى السجود ودعي هو إلى السجود فلم فلم يسجد يسجد قال الشب رخيدي في شرح خليل ووجه ذلك أن الصلاة إذا كانت بغير سهو احتملت القبول وعدمه وإن كانت بالسهو وسجد له فقد أرغم أنف أنا قلت لك إيه 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 ويسجد فقد أرغم أنف الشيطان كما قال صلى الله عليه وسلم فتلك ترغم أنف إيه وطالما ترغم أنف الشيطان تبقى مقبول أو لا إذا جاء القبول من هذا الاعتبار نعم وما يغيض الشيطان يرجى منه رضا الرحمن ففضلت على غيرها بتلك بتلك ايه الصفة بهذا الاعتبار فضلت على غيرها ليس من كل الأوجه إنما من هذه ايه الجهة انتهى قوله منهاجه أي ومنهاجه فإنه واختصار إلى آخر فإنه منهاجه صلى الله عليه وسلم أي طريقته قوله لا صلاتين في يوم أي لا تعاد الصلاة الواحدة في يوم مرتين فإذا أعادها فقد خالف النهي وارتكب الحرمة ومحل ذلك في غير الإعادة لفضل الجماعة بشرطه المذكور في محل ستجي معنا صلاة الجماعة والكلام عنها يقول هذا الكلام كلهم بالنسبة للإعادة في غير صلاة الجماعة لا صلاة الجماعة يبقى شيء آخر دخل النبي صلى الله عليه وسلم فوجد رجلا جالسا والصلاة قائمة بهذا المعنى أو رآه جالسا لم يقم ليصلي فقال لما لا تصلي فقال صليت يا رسول الله فقال صلي الله تعالى يقول واركعوا معه طيب أنا صليت في بيتي لكن الناس مش عارفين وقيمة الصلاة والثاني قاعد أخونا هناك حد حين حد حين حين يعرف حين يعرف أنه صلى في بيته يبقى رحم الله ورأى أن جب المغيبة عن نفسه وقال تعالى واركعوا مع مع الراكعين طيب قوله لا صلاتين في يوم أي لا تعاد الصلاة الواحدة في يوم مرتين فإن أعادها فقد خالف النهي وارتكب الحرمة ومحل ذلك في غير الإعادة لفضل الجماعة بشرطه المذكور في محل أي في محله يعني لأنه زاد في دين الله تعالى ما ليس منه ندائم أقول الزيادة في الدين كل كالنقص منه الزيادة في الدين كالنقص منه ولذلك إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى قال صلى الله عليه وسلم إن المنبت لا ظهرا قطع نعم لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى صلوات الله قوله الاستظهار أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم أين نحن من رسول الله عليه الصلاة والسلام فنعم فقال أحدهم أما أنا فسوف أقوم الليل ولا أنا وقال الثاني وأنا أصوم النهار دائما ولا أفطر وقال الثالث وأنا سوف أعتزل ولا أتزوج النساء فقال عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم نعم والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له أما إني أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس قال هل رأيت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يضحكون قال نعم رأيتهم يضحكون والإيمان في قلوبهم مثل الجبال رأيتهم يضحكون والإيمان مثل في قلوبهم مثل الجبال يعني كانوا عند الصحابة رضوان الله تعالى عنهم عندهم وسطيا نعم كانوا يأكلون اللحم المشوي وكانوا يلبسون ويتوسعون في ملبسهم وفي مركوبهم وفي حياتهم بقدر الحاجة وبقدر ماذا الاستطاعة وبقدر الاستطاعة وكانوا يتبسمون نعم لا يأتي أحد بماذا عبوسا قمطريرا ويقوله هو خاشع لا أيب هذا خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه قال لنا تبسمك في وجه أخيك صدق نعم فلا يجوز لأحد أن يزيد عثي الدين بزعم الاجتهاد منهم قوله لكل سهو طبعا والله تعالى أعلم وإنما يتقرب إليه بالشرع المنقول والله تعالى أعلى وأعلم نقف هنا عشان نبدأ سجد السهو مع بعضه كله مرة واحدة حتى نأتي إلى النحو إن شاء الله تعالى طيب بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال المؤلفون رحمهم الله تعالى ونفعنا الله بعلومهم جميعا آمين ما زلنا نتحدث عن التوابع البارحة تكلمنا عن النعت وعن العطف وعن التوكيد واليوم نتحدث عن البدل مرحبا بكم أهلا وسهلا أهلا وسهلا مرحبا بكم أهلا وسهلا مرحبا بكم يا سيبي أهلا وسهلا بكم تباركنا تباركنا بكم مرحبا يا سيبي البدل البدل تابع ممهد بذكر اسم قبله غير مقصود لذاته تابع ممهد له بذكر اسم قبله غير مقصود لذاته نعم وهو أربعة أنواع بدل مطابق نحو واضع نحو الإمام علي واضع نحو الإمام علي يبقى واضع نحو من سيدنا علي وللإمام هو أراد الإمام ولا أراد علي أراد علي وإنما مهد له بذكر بذكر كلمة الإمام إذن طيب علي سيدنا علي رضوان الله علي الإمام هو علي والإمام هو علي يبقى هذا بدل مطابق وبدل بعض من كل نحو جدد الأمير القصر أكثرهم الأكثر كل ولا بعض الكثر الأكثر بعض فهمت إزاي نعم لأنه ليس كله إذن ذكر القصر المراد به نعم المراد به ذاته والمراد به التمهيد إنما ذكر كراء تمهيدا ليذكر أنهم أن الأمير إنما جدد أكثر القصر وليس وليس كله طيب وبدل اجتمال نحو إن صرف الديوان عماله لأن الديوان مشتمل على على عماله هذا البدل اجتمال طيب ربع وبدعوا بدل مباين بدل عندكم إيش الكتاب هناك مباين مباين يسمونه بدل الغلط يسمونه بدل الغلط طيب ويجب في بدل البعض والاجتمال أن يتصل بضمير يعوذ على المبدل منه كما رأيت ويجب في بدل البعض والاجتمال أن يكون متصلا بضمير يعوذ على المبدل طيب فين الضمير إن صرف الديوان عماله طيب بدل البعض جدد الأمير القصرة أكثره تمام أمثلة للبدل المطابق اهدين الصراط اهدين الصراط المستقيم طيب يبقى اهدين الصراط المستقيم أين البدل وأين الممهد يبقى الصراط تمهيد نعم آه لبعدها نعم اهدين الصراط المستقيم مستقيم صفة صراط الذين أنعمت عليهم فهذا البدل ماذا نعم بدل مطابق لأن هذا هو عينه ذاك اهدين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الفاتحة هبط أبونا آدم في الهند نعم ما لك تضحك نعم هبط معنى أبونا آدم ايه في الهند اذا أين البدل آدم لأنه بدل من ايه من أبونا فهو بدل ايه مطابقة طيب حصل الطوفان في عهد سيدنا نوح حصل الطوفان في عهد سيدنا نوح يبقى سيدنا هو نوح ونوح هو هو سيدنا لو أقسم بهذا البلد وأنت حلم بهذا بهذا البلد نعم أين الشاهد هنا هذا البلد هذا البلد نعم قالوا إذا جاءك اسم معرف بأل بعد إشارة فعطف أو بدل إذا جاءك اسم معرف بأل بعد إشارة فعطف أو بدل نعم لا أقسم بهذا البلد يبقى بهذا اسم مجرور بالباء ضمير اسم إشارة والبلد إما أن تجعله ماذا عطف عطف بيان وإما أن تجعله ماذا بدل من هذا نعم وأن تحلم بهذا البلد مثلها نجى من النار الخليل إبراهيم عليه السلام هذا كله بدل إش مطابقة لأن الخليل هو إبراهيم وإبراهيم هو الخليل عليه السلام طيب بدل البعض من الكل طالعت الكتاب نصفه في يوم واحد في يوم طالعت الكتاب نصفه يبقى نصفه بدل إيه بدل بعض من الكتاب بني البيت أساسه بني البيت إيه أساسه نعم إنت أراد البيت فأمت إزاي أتكلم أنه بني أساس البيت فهو قال بالأول بني البيت مهد لقوله ماذا أساسه ماشي قال خسف القمر جزءه جزءه الشاهد لا تظهر الكواكب نهارا إلا النيران لا تظهر الكواكب نهارا نعم بعض إيش من الكل إلا النيران لما يكون المستثنم ليس مستثنم هنا لأنه في نفي وأدد حصر ماش كده ولا في استثناء لما قال إلا النيران فالنيران بدل بعض من ماذا من الكواكب لا تظهر الكواكب نهارا إلا إيه إلا النيران طيب أنه ما ألش إلا النيرين قال إلا إيه إلا النيران طيب نعم يجد فيه الوجهان لو قال إلا النيرين يبقى مستثنى نعم نعم وهذا مر معنا إذا كان تاما وكان مثبتا فهذا يجب في هذه الحالة أما إذا كان تاما وكان ماذا منفيا يعني ذكر المستثنى وكان منفيا بالنفي فمستثنى منه فهذا متصلا وكان منفيا يبقى يجوز فيها إيه أما إذا لم يذكر المستثنى منه يبقى في هذا يبقى يعامل تمام ما حضر إلا ما حضر إلا علي يبقى يشيل الزوائد لكلها الماء وإلا ويبقى حضر حضر علي حضر علي لكن هنا المستثنى منهم مذكور لا تظهر الكواكب إلا يبقى الكواكب مذكورة مستثنى منه مشكلة ولا لكن غاية الأمر أنه جاء منفيا جاء منفيا لما جاء منفيا جاز فيه الوجهان لك أن تقول إلا النيرين يبقى مستثنى منه مستثنى ولك أن تقول إلا النيران فلمعامل هنا معاملة البدل طيب ثلاثة لبدأ الاجتمال نفعني الأستاذ نصيحته نفعني الأستاذ إيه لذي تقول نصيحته هنا هي بعض من كل لا لأن النصيحة صادرة من هذا الأستاذ والأستاذ مجتمل على هذه النصيحة وغيرها قد ينفعني نصيحته وقد ينفعني ماذا علمه وقد ينفعني كتابه وقد ينفعني مستده أشياء كثيرة نفعني الأستاذ نصيحته أطلبني البلبل صوته أطلبني البلبل صوته بدل الاجتمال لأن الصوت البلبل مجتمل على الصوت فأنت إزاي والصوت إذن بدل ماذا من البلبل انظر إلى الماء جريانه تشكر الناس المجتهدة صنعه تشكر الناس المجتهدة هو الشكرين المجتهد لكن المجتهد الشكرين يشتهم يمكن يشكروه في أشياء كثيرة لقد كان هنا شكروه ماذا على جهده يسعني الأمير عفوه بدل الاجتمال أربعة للبدل المبين اشتري رطلا قنطارا بدل مباين ولا لأ الرطل غير القنطار يعني إذن هو أبطل الأول وأقر الثاني اشتري رطلا قنطارا رطلا يبقى مفعول به مش كده ولا لأ طيب اشتري نعربها فالأمر مبني على حرف العلة تمام لما لما قلنا مبني على حرف العلة في قاعدة هنا برضه لأن مضارعه يبنى الأمر على ما يجزم به مضارعه تمام والفاعل أنت رط قنطارا بدل من بدل غلط بدل غلط بدل ما يقول اشتري قنطار قال اشتري رطلا سلام عليكم لا تفضل انا في المجلس لا تفضل نعم طائم بحول الله شاء الرحمن الرحيم مشكورا صحيح هاي طيب ان شاء الله بإذن الله نتحدث ان شاء الله بإذن الله بإذن الله يعني كل مكان بدري كان أحسن اه التسعة كويس عشرة كويس طيب نتحدث كمان بعدين ان شاء الله برضو بإذن الله ماشي وهو كذلك بإذن الله متشكلين حق صالح الله معك بسلامة الله الله معك حبيب بسلامة الله ما ليه ضروري لأنه سيضل رن نشوش عليه طيب أربعة لبدل المبين اشتري رطلا قنطارا لا تأمن الخائن على ذهب على ذهب نحاسن طيب انت ازاي لا تأمن الخائن على ذهب نحاسن هذا اسم بدل ايه هو كان عاوز يقولنه حاسن اخطى فقال ذهب طبعا لا ذهب لا تأمن لالخائن ولا غيره مش كده ولا لا ايه نعم طيب اخرج الى اللص بعصى سيف يعصن سيف والأول قال له بعصن بس هذا غلط هو قصده ايه سيف طيب الحق الفار راكبا حمارا فرسا يعني الحق الراكب استاعش قال في الكلام بدل من يقول له راكبا فرسا قال له ايه حمارا فرسا لم يسمعوه العام الكلام ده ده بيقوله ايه فهمت ازاي لكن ده قواعد طيب اعطي السائل ثلاثة اربعة نعم يبقى اضرب عني الثلاثة واقر ايه نعم اعطي السائل ثلاثة اربعة تمرين ايه نعم يقال هذا يقال هذا نعم يقال هذا لانه يقالوا ان السفينة بنوح عليه السلام اقرت على الجودي والجودي في بلاد الهند لكن يقال بعد ذلك التقى بالسيدة حواء زوجه في عرفة فسمي عرفة لكن هذا ليس فيه دليل صحيح انما كلها اخبار طيب ايتي لكل نوع من انواع البدل بثلاثة امثلة احدها مرفوع وثانيها منصوب وثالثها مجزوب نهاية اذا وقعت كلمة من الكلمات المبنية في موضع من مواضع الرفع او النصب او الجزم او الجر فلا نغير اخرها نظرا لوقوعها في ذلك الموضع بل ينزم ان نبقيها على حالتها التي سمعت بها ولكن نعتبر انها في موضع رفع او نصب او جزم او جر حسب ما يقتضيه الموضع نحو ان فهمت ما قدمناه سهل عليك العمل بمقتضاء ان هذه هنا هل تلحقه علامات الاعراب لا حرف شرط فهمت ان فهمت ما قدمناه سهل عليك ايه فهم يفهم سهل عليك ان فهمت ما قدم شوف قال فهمت فهمت يبقى فهم فعلا ماض وفعلا ماض بنى على الفتح لكن جاء هنا ماذا بالسكون فيبقى نقول ايه فعلا ماض نبني على الفتح ولا نبني على السكون لا نبني على الفتح وحرك بالسكون طيب والتا فاعد ما قدمناه برضو قدم ناء اصلها قدم يقدم طيب سهل عليك العمل بمقتضاه نعيد الكلام قال اذا وقعت كلمة من الكلمات المبنية في موضع من مواضع الرفع او النصب او الجزم او الجر مبني ما يلازم حاتا واحد فلا نغير اخرها نظرا لوقوعها في ذلك الموضع لان متى قلنا مبني وغيرنا حركة الاعراب فيها لم يعد مبنية هذا اسمه قلب ايش الحقائق انت عامت المبني ثم تغير حركة الاعراب اذا لم تعد مبنية بل يلزم ان نبقيها على حالتها التي سمعت بها ولكن نعتبر انها في موضع رفع في موضع رفع نعم او نصب او جزم او جر حسب ما يقتضيه الموضع نحو ان فهمت يعني فهم فعل ماض والماض مبنى الفتح لكن جاء هنا ماذا الميم ساكنة مش كده ولا هلاء فنقول مبنى الفتح عشان الاصل وحرك بالسكون لاتصاله بتاء الفاعد اذا من الخطأ ان نقول فهمت فعل ماض مبنى على السكون لا مش مبنى على السكون انما وحرك بالسكون لافتصاله بتاء الفاعد نعم وهو فعل الشرط طبعا ما قدمناه ما ما مفعول به مبنى على السكون في محل نصب مفعول به أو مبنى على الفتح طيب من أول شي فهمت ما لكونه مفعولا به تقول مفعول به منصوب لا إنما ما اسم موصول يعني الذي مبنى على السكون في محل نصب في محل نصب مفعول به منقلش مفعول به منصوب قدمناه قدم ما قدمناه مبنى على الفتح ولا على السكون وحرك بالسكون وحرك بالسكون اتصاله بتاء بناء بضمير بضمير متكلم ما قدمنا طيب ناء ضمير هنا نقول فاعل يبقى ما بنى على السكون في محل رفع فاعل والها مفعول به نقول مفعول به منصوب لا يبقى ضمير مبنى على السكون في محل نصب نفعول به سهل عليك شايف كمان بردو الكاف في عليك نقول الكاف ضمير متصل مشرور اسم مشرور بعلا بنقول لا ضمير متصل مبنى على الفتح في محل جر بايه بعلا سعه لا عليك العمل واضحة بمقتضاه مقتضاه 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 يبقى مقتضاء مشهور بالباء وعلامة جر هي ايه الالف المقدرة على المقدرة على على الالف تمام لانه اسم ايه اسم مقصور تمام طيب هلها هنا برضو ضمير المتصل مبنى على الضم في محل جر بايه بالاضافة في محل جر بالاضافة طيب يعني في محل جر مضاف اليه من الخطأ ان تقول في محل جر بالاضافة انما ان تقول الها ضمير المتصل مبنى على الضم في محل جر بالاضافة وكمان تعطيها تقول هي ايه مضاف اليه والها مضاف اليه ضمير المتصل مبنى على الضم في محل جر بالاضافة ايه بالاضافة لان العامل هنا هو الاضافة العامل هنا ايه الاضافة بغل حين بيقول لك مثلا غلام مررت بالولد مررت بزيد يقولون بزيد اسم مجرور بالكسرة اسم مجرور بالكسرة هذا خطأ اسم مجرور بالباب وعلامة جره الكسرة فلما قلنا بالاضافة معنى ذلك العامل في الجر في المضافة اليه ما هو الاضافة وهذا العامل معنوي وانه احد عاملين اثنين معنويان لا يجد غيرهم في العربية العامل الاول لابتداء معنوي والعامل الثاني الاضافة ايضا معنوي تقول زيد مجتهد زيد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضم مرفوع بايه الابتداء مبتدأ مرفوع بالابتداء كده العبارة الصحيح مبتدأ مرفوع بايه بالابتداء وعلامة رفعه كذا وكذا طيب تقول غلام زيدين غلام مبتدأ وزيدين مضاف إليه مجرور بإيه بالإضافة فالعامل هو الإضافة أمثلة للمبنية الواقع في محل رفع المبنية تفضل مرحبا الواقع في محل رفع أكرمته شايف أكرمته هذا مبني تقول أكرمته ضمير متصب التاء ضمير متصب مبني على الضم في محل رفع شوف في محل رفع فاعل متقول شيء فهمت شلون والتاء فاعل مرفوع أنت رفع هي إيش الضم الظاهرة لا الضم ليس الظاهرة إنها ما هي مقدرة لأن هذه حركة بناء هذه حركة بناء طيب أكرمنا أكرمنا نحن أكرمنا طيب في محل رفع من أكرمه نحن الفاعل أين الفاعل هنا ضمير متصل مش كده جوازا أو نحن متكلمين وجوبا يبقى مش كده ينفعش تقول أكرمنا نحن فهي عندنا الضمير قد يكون مستطر وجوبا وقد يكون مستطرا إيه جوازا إيه الفرق بينهما المستطر وجوبا لا يحل الاسم الظاهر محله والمستطر وجوازا يمكن أن يحل الاسم الظاهر لم أقول اضرب ينفع تقول أنت لا ينفعش أنت لو قلت أنت تبقى أشفاعي تبقى توكيد أسكن أنت وزوجك الجنة لكن لما تقول ضرب لك أن تقول هو مستطر لك أن تقول زيد يبقى أكرمنا ما قالش أكرمنا يبقى لو أكرمنا يبقى هو لو قل أكرمنا يعني نبقى نحن يبقى ضمير مستطر وجوبا تقديره إيه نحن طيب أكرمت الضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل أكرمت نعم يبقى هنا أكرمنا لا أن نون هنا هي الفاعل أكرمنا أن نون هنا هي الفاعل نحن أكرمنا يبقى نون ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل أكرمت برد التاء ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل وهكذا نقول أكرمتما أكرمتما لك أن تأخذها تما كلها مع بعضها تقول ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل ولك الآن تقول تو ضمير تاء ضمير متصل في محل رفع فاعل طيب والميم نعم لك أن تقول الماء كلها علامة التثنية ولك أن تفصل أيضا فتقول الماء حرف عماد والألف علامة التثنية التاء ضمير والميم حرف عماد والألف علامة التثنية أكرمتما أكرمتم برضو زيها التاء فاعل والميم علامة الجمع طيب أكرمتن حلوة برضو التمرين ده أكرمتن أكرمتن أين الفاعل هنا التاء فاعل صح فاعل مرفوع ولا مبني مرفوع ولا مبني المبني لا ينفع نقول مرفوع الضمائر كلها مبنية دعوني الضمائر كلها مبنية والحروف كلها مبنية لكن الضمائر لها محل من الأعراب والحروف لا محل لها من الأعراب متى قلت حرف يعني لا محل لهم من الأعراب متى قلت ضمير يبقى مبني لكن له محل من الأعراب هذه قواعد مهمة حافظوا عليه طيب ماشي. أكرمتنا. يبقى النون هنا ايه? طيب ماشي. سأجيب لك واحدة سأشوفك. طيب لو قلت النسوة أكرمنا. أكرمنا أخاهنا. هل أنت شلون؟ طيب. النون يبقى هنا في محل رفعين ايه? فاعل. النسوة أكرمنا. النون هنا فاعل. لكن إذا قلت أكرمتنا. فاعل والنون علامة. التأنيث. طيب. أكرمنا. أكرمنا. هما أكرمنا. إذن ألف ضمير متصل. مبنى على السكون في محل رفعين. فاعل. أكرموا. الواو الجماعة فاعل. والألف. الألف فارقة. فارقة. ليه فارقة؟ التفرق بين واو الجماعة وبين الواو التي من أصل الكلمة والفعل. لما تقول نرجو التكرم بالموافق على كذا وكذا. يبقى نربو دي تحتاج إلى ألف؟ لا تحتاج إلى ألف. يبقى اللي يكتبها خاطئ مخطئ ولا لا؟ موجودة في الخطابات كثيرة ولا لا؟ وهو من الخطأ الشائعة. تبتدئ الامتحانات اعتبارا من كذا وكذا. أو العطلة النصفية اعتبارا من كذا وكذا. هذا خطأ في التعبير. تقول تبتدئ الامتحانات أو العطلة ابتداءا من يوم كذا وكذا. أما الاعتبار في اللغة هو القياس. ما ينفعش تقول إيش؟ اعتبارا من كذا وكذا. لا. اعتبر النعل بالنعل أيقاس النعل عن النعل. فأين هو من الابتداء والعربية غنية؟ إذن تبدأ الدراسة ابتداءا من يوم كذا وكذا. تبدأ العطلة ابتداءا من يوم كذا وكذا. لكن من الخطأ الشائع اعتبارا إيه؟ ويودون بها ابتداءا. الاعتبار في اللغة العربية هو إيه؟ وكذلك يقولون فلان وقع في مشكلة يقول قل اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منه. أجرني. كيف يجار منها وقد وقعت؟ نعم فهمت إزاي؟ إنما يقول الصواب أن تقول اللهم أجرني اللهم إيه؟ أجرني في مصيبتي من الأجر والثواب واخلفني خيرا منها. طيب. أكرمنا تكلمنا عنه. أنا فاهمون. فهمت إزاي؟ الشاهد وين؟ أنا. مبنع السكون في محل رفعين. طيب. نحن نعم. أكرمتا حسنت. قلت أن أعدي عليها كده شوية. طيب. أكرمتا. يبقى الألف هنا فاعل. صح؟ أكرمتا. أكرمتا. أين الشاهد هنا؟ طيب بس نحن علمت التأنيث نعرفها ساكنة. وهي جات هنا مفتوحة. أكرمتا بالفتح على الألف. تمام. يبقى التاء التأنيث الساكنة وحركت بالفتح لمناسبة الألف. والألف فاعل. والشاهد أن نقول ضمير متصر مبني على السكون في محل رفعين فاعل. أنا فاهم. نحن فاهمون. كل هذه ضمائر مبنية على حركاتها تهي عليها في محل رفع. أنت فاهم. كلها في محل رفع مبتدأ. أنت فاهمة. مبنية على الكسر في محل رفعين. نيب. أنتما فاهماني. أنتما ممكن نأخذها إيه؟ كلها. طيب. وإما أن نأخذها أنت أنتما. لوحدها والميم عماد والألف علامة تثنين. أنتم ممكن نخليها أنت والميم علامة الجمع. أنتنا. برضو نأخذها كلها مع بعضيها يبقى مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. هو فاهم. مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. هي فاهمة. هما فاهماني. هم فاهمون هن فاهمات. أثنين للمبني الواقع في محل نصب. أكرمني محمد. أكرمني محمد. يبقى أكرمني. إلياء. مبني على السكون. محل نصب. تمام. طيب. وأكرمنا. يبقى الآن في محل نصب. أكرمك. الكاف في محل نصب. مبني على إيه؟ على الفتح. وأكرمك. مبني على الكسر في محل نصب. وأكرمكما. نأخذها كلها مع بعضها. نعم. ممكن نفصل. وممكن نقول الكاف. ماذا مبني على الضم في محل نصب. والميم عماد والألف تثنية. أكرمكم. ممكن نأخذها كلها. كم كلها. مبني على السكون في محل نصب. وأكرم كنا. وأكرمهم. وأكرمها. وأكرمهما. وأكرمهم. وأكرمهن. للمبني الواقع في محل جر كتابي. أنتم شايفين ضمير المياء المتكلم. إذا التحق ب الأفعال يبقى مفعولاً به. وإذا التحق بالأسماء يبقى مضاف إليه. دول ثلاث حروف. كهي. كاف والها واليا. الكاف والها واليا. إذا التصد بالأسماء تبقى في محل جر مضاف إليه. وإذا التصد بالأفعال تبقى في محل نصب مفعول به. كتابي. يبقى كتابي. نعم. كتاب مبتدأ كتاب مبتدأ مظبوط أين علامته مفروعا بالابتداء أين علامة الرفع هنا مقدر على مقدر يام التكلم منع من ظهوري اشتغال المحل بحركة يام استنوا واحدا واحد لا تأخذوا هنا شكرا نعم استنوا انت يا عيس فضل كتابي أعرف ضمة مقدرة لكسب ما قبل يام المتكلم طيب يعني قاربت هي ضمة مقدرة على ما قبل يام المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة بالحركة المناسبة إذن يبقى نقول كذا كتابي مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل يام المتكلم منع عن ظهورها اشتغال المحل بل حركة المناسبة وهي الياء والكسرة قبلها دليل علي ماشي طيب الياء ضمير متصل مبني على السكون صح طيب في محل في محل جر مضاف الي كتابك برضو نفس الشيء نقول كنة أو الكاف لوحدها والنون علامة النسوة علامة التأنيث نون النسوة علامة التأنيث فيبقى نقول الكاف مبني على الضم في محل جر مضاف الي كتابه كتابها نخذها كلها مع بعض لا نقول ها كلها لوحدها ها مبني ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف الي مثل كتابه كتابهما لأن أصلا بالأول كتابه بعدين زدناها المين والألف التثني أو نخذها كلها مع بعض كتابهم أصلا كتابه لما جمعناها بقت ايه يعني إذا قلت لها لوحدها فتخلي الألف هنا علامة التأنيث لأن من أين فهمنا التأنيث من ألف يعني علامة ايه التأنيث عندما تقول حبلة وصغرى وكبرى وهكذا طيب كتابهم كتابهن أربعة للمبني الواقع في محل الجزم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم يبقى إن أحسنتم أحسن أحسن مش كده ولا لا إيه أحسن يبقى مبني على الفتح مش كده في محل جزم ماذا بإن لأنه فعله الشرط أحسنتم الثانية مبني على الفتح في محل جزم جواب الشرط وجزاؤه لأنفسكم اسم مجرور من صبر نال من صبر نال بردو مبني على الفتح في محل جزم بمن هنا يرضى كمان في محل جزم جواب الشرط وجزاؤه وفي هذا القدر هنا كفاية عندنا نقف انتهينا من الكتاب الثاني وفي الدرس القادم إن شاء الله نبدأ بالكتاب الثالث إن شاء الله عز وجل قلوا جميعا نعم ما يعرض في بعض الكتب في المعضة مبنى للسكون للتسهيل على المبتدئين نعم هذا صحيح أنا أكرمت في المعضة مبنى للسكون لتصالي بتالب نعم ليس كل ما يقال للمبتدئين يقال للمنتهيين تعالي كيف حالي فبعض الأحيان أستطيع أن تعلم الطالب المبتدئ وهو يقرأ التشويد كل أحكام التشويد وهو في أثناء الحفظ لا أعلمه القراءة الصحيحة وخلاص شيئا فشيئا ذوقه وحتى الأحكام ليس كلها مرة واحدة وكذلك هنا سيتعود الإعراب يعوده هكذا أو ما تيجي معه إن بحياته ما سمع إن دي بحياته ما سمع كان لما تقول إن حرف توكيد ونصب ماهي التوكيد حرف ناصب أداة ناصب حتى الحرف عشان من بقى شي هو ما زال يفرق بين الحرف وبينه أو يصعد عليه التفريقة فقل له أداة وإن؟ نص وهكذا نعم أيوة لأن النظمة في النظمة يعني قد لا تسعيفه العبارة لكن التحقيق هو هذا التحقيق أن الماضي مبني على الفتح مبني وإنما الحركة التي جاءته هذه حركة عارضة وليس حركة ماذا؟ أصلي أيوة وإن؟ أيوة وهذا هو التحقيق لكن للطلاب يعني تساهلوا معهم تيسيراً لهم لأن عقولهم الابتداء نزالت حتى لا يتشوشوا حتى لا يتشوشوا لذلك قالوا كل كل عاقل بمقدار فهمه عقله وزن لكل عاقل بمقدار عقله يعني كل كل فاهم بمقدار فهمه وزن لكل عاقل بمقدار عقله والاستدراج والتدرج بالطلبة في تعليم المسائل هذا يكون ماذا من الحكمة بمكان وهذا من حكمة ماذا ومن التوفيق الله سبحانه وتعالى للأستاذ المدرس حتى يحببهم في المادة صد أخمة الألف في المتسب نون قال نعمل نعم نعم هو جاء بالألف بعد نون قال نعمل نعم نعم طبعا لأنه هنا يعني هو أراد عمية أقرب إلى الفصيح نعم أنا وزميلي نعمل نعم نعم أنا وزميلي نعمل نعم والحمد لله رب العالمين قل جميعا جزالله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزالله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزالله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قبل الله مننا ومن قبل وإلى غدن شاء الله